مدينة سكنية ومشاريع مياه وتعيين مسؤولين محليين هذه هي المهام التي تمارسها المقاومة الوطنية المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مدريات الساحل الغربي الممتدة من باب المندب وحتى تخوم الحديدة الجنوبية مهمات بعيدة كل البعد عن شعارات استعادة الدولة والجمهورية التي ترفعها تلك القوات التي لم تعلن حتى اللحظة ولا أهالي الشرعية بل وتمارس اغتصابا صريحا لمهام السلطة الشرعية في المناطق الخاضعة لها سلوك لا يختلف كثيرا عن سلوك الميليشيات التي استولت على الدولة في صنعه وتلك التي تواصل خططها لإسقاط الدولة جنوبه بدعم من أبو ظبي وضوء أخضر من الرياض فمنذ ظهوره الأول تجاهل طارق محمد صالح قائد ألوية حراس الجمهورية الإشارة إلى الشرعية واكتفى بمغازلة الرياض وامتداح أبو ظبي لتكون هذه بطاقته للانتقال من حضن الحوثيين إلى حضن التحالف وفي أكثر من مناسبة انحاز قائد ما يسمى المقاومة الوطنية لصالح أعداء الشرعية المدعومين من أبو ظبي والساعين لتقسيم اليمن واستهداف وحدته وسلامة أراضيه عند وطأت أقدام طارق صالح تراب الساحل الغربي لم يسمح لأي قوة أخرى بامتلاك نفوذ غير تلك المرضي عليها من قبل أبو ظبي بما في ذلك قوات المقاومة التهامية صاحبة الأرض حتى أن كل معالض أو منتقد لممارستهم غير المقبولة مصيره السجن أو القبر كما حدث أمس لنائب ركن تسليح اللواء الثالث مقاومة تهامية نوار خالد قاسم الذي لقي حتفه برصاص مسلح مجهول في المخى بعد اتقاده قوات طارق صالح ومطالبته إياها بالرحيل من تهامه الغريب في الأمر صمت الحكومة الشرعية عن ممارسات تلك القوات التي لا تتبع وزارة الدفاع ولا تعترف بشرعية ولا بجيش وطني ويبقى السؤال ما الذي تسعى له قوات طارق صالح ومن خلفها الإمارات في الساحل الغربي وهل يتكرر سيناريو عدن هناك عبر أدوات أخرى كانت حتى الأمس القريب جزءا من خطة إسقاط الدولة في صنعاء بأيد الحوثيين ترجمة نانسي قنقر